موسيقى قالت مصادر دبلوماسية اسرائيلية بان رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو اوعز بمنع دخول عضوتي الكونغرس ديمقراطيتين رشيد طليب والهان عمر الى البلاد عقب انتهاء المشاورات التي عقدها مع جهات سياسية وقانونية في الحكومة وقبل اتخاذ هذا القرار درس نتنياهو وطاقم مستشاريه مقترح السماح بدخول عضوتي الكونغرس من مطار الليد شريطة تقييد تحركاتهن في اطار مناطق الضفة الغربية دون اتاحة زيارة القدس المحتلة واكد الذات المصادر ان قرار المنع سيصدر عن وزير الداخلية الاسرائيلي اري درعي الذي يمتلك صلاحية القانونية باستصدار امر لمنع دخول جهات تعتبرها اسرائيل معادية لها بحكم دعمها لحركة المقاطعات العالمية وتستعد وزارة الخارجية الاسرائيلية لشن حملة ترويجية كبيرة عبر القنوات الدبلوماسية وشبكات التواصل الاجتماعي لتقليص الاضرار الناجمة عن هذا القرار لما قد يخلف من ردود فعل دولية مناهضة لسياسة اسرائيل العنصرية اقتحم عشرات المستوطنين الاسرائيليين بحث المسجد الاقصى المبارك بقيادة وزير الزراعة في الحكومة الاسرائيلية اورياري إيل وافاد شهود عيان ان سدنة المسجد الاقصى وحراسه انتشروا في مرافق المسجد من اجل منع المستوطنين والمقتحمين من اداء طقوسهم التلمودية وباتت الاقتحامات الاسرائيلية تتكرر مؤخرا بشكل كبير وبحماية قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة التي تؤمن دخول المقتحمين من باب المغاربة بدوره قال رئيس الهيئة الاسلامية العليا في القدس الشيخ اكريم صبري ان الاحتلال الاسرائيلي يسعى لتحقيق اهدافه التوسعية في المدينة المقدسة وان المقدسيين لن يسمحوا بتغيير الواقع التاريخي والحضاري للمسجد الاقصى المبارك والمقدسات الاخرى بعدما وضعت اجواء العيد اوزارها ومرت ايامه سريعا يستذكر المقدسيون ان عاما تلو العام يمضي وتسلب من المواطن المقدسي بهجة وفرحة الاعياد بسبب تفاقم الاوضاع الامنية والسياسية سوءا فضلا عن الاقتصادية احتلال الاسرائيلي بهدف بالدرجة الاولى لاخراجنا من هذه المدينة المقدسة عياد اجد كالمعتاد احتلال موجود ممغس لحياتنا ضاغط علينا اسواق خارية ضرب الاقتصاد الوطني اللي موجود في المدينة المقدسة والهدف واحد تركيز الاحتلال لإفراغنا من هذه المدينة المقدسة احنا كمقدسيين رح نتواجد في هذه المدينة وبثبات حتى لو مشتغلناش حتى لو وقفنا باب محلاتنا التجارية وقفين هيك انه نظل شوكي في حلق هذا الاحتلال الموجود في هذه المدينة بيط بطلب من كل المشاهدين انه ينقذوا هذا الشارع مش بس هذا الشارع والبلدة القديمة يعني لما واحد من الشباب بصور لايف على منطقة درجات باب العمود على الساعة عشرة قبل الوقفة بيومين ما فيش ولا بني آدم طب وين راحت القدس وين البسطات اللي كانت والعالم كانت عالم بالميات تبقى متواجدة بهذه المناطق البلدة القديمة دمرناها بطل الناس يدخلوها في عالم ما بتشتغلش بشيكل باليوم فيش حدا بقولها وين انت وفي عالم صراحة صارت تخاف تدخل هذا المنطق طب ليش انتو هذا الخوف صار عندكم خوف انه الشرطي وقفكم خوف انه بنزل هذه بلدي بروح وبسرح وبمرح فيها هذا العام حل العيد ومعه تزايدت وتيرة الاقتحامات من قبل المستوطنين الاسرائيليين ولكن مشاهد ضرب المصليين والاعتداء عليهم كانت كفيلة بقلب الموازين في المدينة بشكل عام كان عيد الأضحى هذا العام عيد دامي دي عيد عنيف على أبناء القدس السلطات الاحتلال استخدمت أقصى درجات العنف في ضد المصليين نواة الوفاء ماضية كانت عيد بوجه بحجة عيد بس السنة هذه فيش يعني فيش إلا اليوم تلهم كلها فاضي البلد كلها ما فيش أشغال ما فيه أبدا سبب الأوضاع الأوضاع السياسية هي اللي يجعل الوضع متحفز تكرار هذه الأوضاع والمحاولات الإسرائيلية لكسر فرحة الأعياد وبهجتها لن تثني المقدسيين على مختلف أطيافهم عن الحفاظ على وجودهم وتعزيز صمودهم رغم كافة الصعوبات السياسية والاقتصادية أقرت لجنة الانتخابات المركزية ترشح القائمة المشتركة للكنيسة الثانية والعشرين لخوض الانتخابات المقررة في السابع عشر من أيلول سبتمبر المقبل ما يعني رفض طلب حزب عدسما يهوديت اليمني المتطرف بشطب القائمة وكانت القائمة المشتركة قد طالبت لجنة الانتخابات المركزية برفض طلب حزب عدسما يهوديت مستندة بذلك على أن غالبية الذرائع التي يقدمها الحزب قد رفضت سابقا وأنها عنصرية ومحرفة وتعتبر لجنة الانتخابات المركزية لجنة سياسية تشارك فيها كافة الأحزاب الممثلة في الكنيسة ويرأسها القاضي حنان ميلتسر الذي ترأس هذه اللجنة أيضا في الانتخابات الأخيرة ضمن برامج قسم الشبيبة في المجلس الإقليمي القسوم تم في اليومين الأخيرين إجراء فعاليات ونشاطات تحت عنوان بلد الشبيبة والأولاد الابتسامات التي على وجه أطفالنا بدل على الرغب الجامح على أولادنا أنهم يكونوا يترفهوا بالإضافة إلى الفعاليات المنهجية الموجودة في مدرستنا بشكل غير طبيعي فهذا شكرا للي قاموا بالأعمال هذه الصور تكفي لمشاهدة أولادنا قديش فرحين ومبسطين لهذه الفعالية طبعا هذا اليوم بنسمينا يوم عيد لأولاد نسمين قديش أولاد مبسطين يعني بدل ما نخذهم على محلات الأعمال بيجيبونهم كل أمور هان فالأولاد يعني كل شيء مبين نصبوطا ما في نزوم أحكي لأنه كل شيء مبين على وجه أولاد أولاد مبسطين ومكيفين وهذا اللي إحنا بداية يعني كل هدافنا اليوم نسعد طلابنا خاصة يعني في العطسة فيه اللي ما فيه أشياء فيه باقة فراغية يعني نحن نحاولين من لي والأولاد الحمد لله يعني مبسطين أطفالنا وأولادنا هم أغلى ما نملك ويجب الاستثمار بهم بكافة الإمكانيات والطاقات طبعا هذه الفعاليات التي تتواجد اليوم في قرية الدريجات كانت بالأمس موجودة في قرية السيد وبإذن الله تعالى من المخطط أن تكون في كل قرى القيسون بإذن الله تعالى استمتع الأطفال بألعاب اللونبارك في قريتي السيد والدريجات حيث من المتوقع استمرار هذه الفعاليات في بقية القرى أمبطين وكحلة والأطراش كان في عنا فعاليات ترفيهية اللي إحنا مبسطنا فيها وكانت مختلفة وإحنا يعني لما لعبنا فيها حسينا أنه إحنا خري في اللعب مبسطنا كلنا يعني كل اللعب حلوات انبساطنا في العطل يعني كنا مش عارفين إيش نصاوي بس كاعدين في الدار جابونا الألعاب انبساطنا على أيدي انبساطنا وكل الألعاب مسلية يرى المسؤولون أن هذه النشاطات تساعد في تنمية قدرات ومواهب الأطفال لكي يكون عماد المستقبل وقادته قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بمقدور بلاده ودول الخليج الأخرى حماية أمن المنطقة وإنه لا توجد حاجة لقوات أجنبية مكررا رفض مهمة بحرية أمنية أمريكية في المنطقة وبدأت الولايات المتحدة مهمة أمنية بحرية في الخليج مدعومة من بريطانيا بعدما سيطرت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني هناك الشهر الماضي واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية قبل ذلك بأسبوعين سفينة إيرانية قبالة منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا عند مدخل البحر المتوسط للاشتباه في انتهاكها العقوبات الأوروبية بنقل نفط إلى سوريا وقال المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية علي ربيعي للتلفزيون الرسمي إن احتجاز السفينة الإيرانية كان خطأاً وإن إيران تتوقع أن تقضي محكمة في جبل طارق بالإفراج عن السفينة خلال الأيام المقبلة وكانت إيران قالت يوم ثلاثة إن بريطانيا ربما تفرج عن الناقلة جريس واحد قريباً وهو ما نفته السلطات في جبل طارق سريعاً والقضية البحرية المستمرة فاقمت الخلافات بين طهران والغرب مما زاد العداء بينهما منذ انسحاب واشنطن من اتفاقية دولية تهدف إلى كبح برنامج إيران النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران قالت الشرطة الأمريكية إنها ألقت القبضة في وقت مبكر من يوم الخميس على مشتبه به بتبادل لإطلاق النار استمر سبع ساعات في منزل بشمال فلاديلفيا أدى لإصابة ستة ضباط شرطة واندلعت المواجهة عندما أطلق مسلح النار على ضباط شرطة ينفذون أمر ضبط لشخص بالمنزل وجاءت عقب سلسلة من وقاع إطلاق النار العشوائي في كاليفورنيا والتيكساس وأوهايو استخدم فيها مهاجمون أسلحة نصف آلية وقال المتحدث باسم الشرطة إيريك غريب إن قوات التدخل السريع لا تزال تؤمن المنزل لكن لم يتسنى الحصول على تفاصيل تذكر عن كيفية القبض على المسلح المشتبه فيه والذي عرفته وسائل الإعلام باسم موريس هيل وعمره ستة وثلاثون عاما واقتحمت الشرطة المنزلة بعد نحو خمس ساعات من المواجهة التي دامت من الرابعة والنصف مساء الأربعاء إلى ما بعد منتصف الليل وقالت وسائل الإعلام إن المسلحة كان معه بندقية نصف آلية مماثلة لبندقية إيكي سبعة وأربعين وعدة مسدسات وذكرت بعض التقارير إنه تم إطلاق مئة عيار ناري على الأقل وقالت الشرطة يوم الأربعاء إن فريق التدخل السريع أنقذ ضابطي شرطة وثلاثة مدنيين حوصروا في المنزل مع المشتبه فيه وخرجت ضباط الستة جميعا من المستشفى وإنجا أحدهم من جرح رصاصة بالرأس وآخر أصابت رصاصة درعا يحمي جسده عند العمق أمطار غزيرة هطلت على أجزاء من غرب اليابان يوم الخميس مع اقتراب العاصفة المدارية كروسا من البلاد وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة كروسا تتحرك شمالا باتجاه جزيرة شيكوكو محملة برياح سرعتها 108 كم في الساعة ومن المتوقع وصولها إلى اليابسة عصر يوم الخميس وحذرت السلطات من هطول أمطار غزيرة يمكن أن يتجاوز معدلها في بعض المناطق ألف ملي متر على مدى 24 ساعة حتى صباح الجمعة ونصحت حوالي 446 ألف شخص بإخلاء هذه المواقع لكن لم ترد تقارير عن حدوث فيضانات قوية حتى صباح الخميس ولم ترد أنباء إلا عن بضع حالات إصابة بسيطة وتم إيقاف خدمة القطارات فائقة السرعة في جزء من غرب اليابان وتقرر إغلاق عدد من الطرق السريعة وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه تم إلغاء 679 رحلة جوية هذا المشهد ليس غريباً بالنسبة لسكان قرية ميسا أوجاينسكي بجنوب بولندا والتي لم تشهد مولد صبي واحد منذ نحو عشر سنوات هؤلاء الفتيات المتطوعات قررنا تشكيل فريق إطفاء يقتصر عليهن فقط بهدف مكافحة الحرائق التي قد تتعرض لها قرية هن ويجري تدريب الفتيات في سن صغيرة للقيام بمهام من المعتاد أن يتولها الرجال في بولندا وخلال تلك التدريبات تتعلم الفتيات طرق مكافحة الحرائق والإسعافات الأولية لإنقاذ المصابين وذلك باستخدام دم الدببة وتقول إحدى المتدربات وتدعى سابين بلاما إنها وزميلاتها يحلمن بأن يحصل فريقهن على سيارة إطفاء جديدة إذ أن سيارة الإطفاء التي يمتلكها الفريق حاليا يجري استخدامها منذ أربعة وأربعين عاما مضيفة أن فريق المتطوعات يخشى أن لا تعمل سيارته في حالة استدعائه للعمل وتعد مايا جولاش البالغة من العمر عامين ونصف العام فقط أصغر عضوة في فريق المتطوعات للإطفاء وتقول أمها إن والدها وزوجها يعملان في مجال مكافحة الحرائق وهو ما ستقوم به بناتها أيضا ويقول رايموند فريشكو رئيس إحدى البلدات البولندية إنه سيقدم مكافأة لأول زوجان ينجبان صبيا في قرية ميسا أوجاينسكي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة